من حصبية في جنوب لبنان أحمد سنجاب ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة أحمد في البداية لو كان هناك أي إمكانية لإطلاعنا على تحديثات مرتبطة بالرشقة الصاروخية التي استهدفت قبل قليل كرمائيل بصاروخ ويبدو أن هناك أيضا تسللا لمسيرة من جانب حزب الله في أصبع الجليل نعم هناك بالفعل سلسلة بين الرشقات الصاروخية التي أطلقها حزب الله من الجنوب اللبناني تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال وتحديدا في نطاق عكا ومحيطها والبلدات التي توازي هذه المناطق وخصوصا تلك البلدات التي سبق لحزب الله أن أصدر تحذيرا لمستوطنيها يوم الجمعة الماضي بضرورة إخلائها لكون جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المنازل المستوطنين في هذه المناطق كمقرات لتنفيذ العملية البرية وأكد حزب الله أنه سيستهدف هذه المناطق بما فيها حيفا وعكا وطبريا ومحيط هذه البلدات في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي ودع المواطنين أو المستوطنين إلى مغادرة هذه البلدات وهذه المستوطنات حتى إشعار آخر وبالتالي من يوم الجمعة وحتى الآن هناك سلسلة من العمليات التي نفذها حزب الله بشكل كبير ربما تنفذ لأول مرة من الجنوب اللبناني بهذه الطريقة هناك أسلحة جديدة ظهرت مثل المسيرات التي استخدمت بالأمس هناك صواريخ جديدة ظهرت أيضا وهي صواريخ متوسطة المدى وصلت إلى أعماق لم تصلها صواريخ وأسلحة حزب الله من قبل وخصوصا أيضا للتقنيات الجديدة أو الأساليب الجديدة التي ينتهجها حزب الله والتي تمكنت من المرور من منظومة القبة الحديدية هناك عمليات لحزب الله فيما يتعلق بالهجوم على الوحدات والمستعمرات والمواقع العسكرية في العنق هناك عمليات تنفذ على الحدود الجنوبية اللبنانية بشكل مباشر تستهدف الأجهزة التجسسية وكاميرات المراقبة وأيضا أجهزة الاستشعار التي تعمل بناء عليها أجهزة ومنظومة القبة الحديدية هناك أيضا عمليات إطلاق صواريخ كتمويه لإشغال القبة الحديدية كي تمر المسيرات مثل ما حدث بالأمس في عملية حيفا وبالإضافة أيضا إلى تقنيات أخرى أو أساليب جديدة يستخدمها حزب الله من الجنوب اللبناني وكشف عن جانبا منها بعد عملية حيفا بالأمس فبالتالي هناك رشقات صاروخية كبيرة ومتعددة خلال الدقائق القليلة الماضية من الجنوب باتجاه هذه المواقع يأتي ذلك تزامنا مع اشتباكات ضارية تدور في هذه الأسناء والتحامات برية في منطقة عيت الشعب في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني حزب الله قال أنه استعدف قبل قليل ناقلة جند كانت تنقل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عيت الشعب وادى ذلك إلى سقوط عدد من القتلى والجرحة في صفوف جيش الاحتلال ويقول أيضا أن هناك اشتباكات ضارية بأسلحة الرشاشة والأسلحة الصاروخية والقزائف المدفعية مع قوات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التقدم في منطقة عيت الشعب ولتزال الاشتباكات دائرة حتى الآن قبل قليل أيضا كانت هناك محاولة تسلل بري من قبل قوة عسكرية إسرائيلية نحو بلدة مركبة هنا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني وتم استهدافها لتكون هذه القوة هي ثاني قوة يتم استهدافها خلال الساعات اليوم حيث كانت هناك قوة في الساعات الأولى من صباح اليوم أيضا حاولت الوصول إلى مركبة وتم استهدافها مما أجبرها على الانسحاب كانت هناك أيضا قوة في بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني وتم استهدافها وكانت على أطراف بلدة مارون الراس أي أن الاستهداف تم في الجانب اللبناني وليس قبل تسلل القوة العسكرية الإسرائيلية للأراضي اللبنانية كانت هناك أيضا عمليتي استهداف لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة اللبونة في القطاع الغربي للجنوب اللبناني على ما يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر توسيع العملية البرية خلال الساعات القليلة الماضية والدخول عبر أكثر من موقع وأكثر من مكان وأيضا استخدام ناقلات جند لأول مرة في هذه العملية كتلك التي تم استهدافها قبل قليل في عيد الشعب وبالتالي المواجهات البرية تتزامن وتتوازى أيضا عمليات التي ينفذها حزب الله من الجنوب اللبناني وتتزامن أيضا مع الاعتداءات الإسرائيلية الجوية التي طالت عدة بلدات هنا في الجنوب اللبناني وطالت أيضا أكثر من 12 بلدة في البقاع الشرقي لبنان وطالت أيضا بعلبك الهرمل في الشمال الشرقي للدولة اللبنانية أحمد سنجاب مرسلنا من حصبية في جنوبية لبنان أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا على الهواء مباشرة